السلام عليكم في هذا الفيديو هذا نكمل الدرس دي الاعداد العقدية ونقوم بعمل الدرس الفيديوهات السابقة في القناة نقوم بعمل الدرس الفيديوهات السابقة ونقوم بعمل الدرس الفيديوهات السابقة اقدام الاقتصاد اي ساواء اي الضاب أكثر او اول اي الضابة هاي الضابة يصبح اي الضابة يهد الفيديوهات السابقة ونقوم بالاقتصاد بك ضربary المنطسف يتونفي بالنج martyr على اي mentoring فتح المنتصف ايه ايه تساوي زاد ا زاد بي مقسومة على جوج هذا هو الطريقة بيحض المنتصف في القطع تمرين تطبيقي نعتبر في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ممنظم او اي في النقط التالية عطينا النقطة ا هي ثلاثة زائد ربعة اي والنقطة بي هي الس اي والنقطة الس هي واحد زائد اي السؤال الاول حدد لحق المتجهة ا بي والمتجهة بي س السؤال الثاني حدد اي والجي منتصف القطعتين لحق المتجهة ا ب ب سنقوم بزد ا ب ب ساوي زد ب ب ب ناقص زد ا ب ب ناقص ا ب ب ناقص ا ب ب ساق 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 ناقص ا ثلاثة زائد اربع اي نجد قوس الان يقوم بان اكثر ثلاثة زائد اربع اي ثلاثة زائد اربع اي ضد القوس غير اشارة ما بداخل الاقوال نجد اقوال يدري ساق ثلاثة ناقص اي سيضال K-4 I إذن هذا هو لحق المتجهة A B لنحدد لحق المتجهة B C لنحدد لحق المتجهة B C بنفس الطريقة Z B C Z C Z B C B C C 1 A B A A A A B C 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 يعني هي A زائد B على جوج A عندي هي هيا 3 زائد 4A و B عندي هي 6A كل شي مقصوم على جوج ثلاثة نضيفها هنا 4A زائد 9 هي 10 كل شي مقصوم على جوج ثالثة هذه الاسئلة 3 على جوج زائد عشر على جوج عشر على جوج يَ خمسة ثلاثة على جوج اذا هذا هو لاحق النقطة اي منتصف القطعة اي منتصف القطعة لنحدد لحق النقطة G منتصف القطعة A C زاد G تساوي زاد A زاد ZC على جهو زاد A زاد ZC على جهو يعني هي A زاد C على جهو A عندي هي 3 عفوا 3 زاد 4 E والS عندي هي 1 زاد E كل شي نقصوم على جهو 3 زاد 1 هي 4 و 4 E زاد E هي 5 E كل شي 3 لنفرق 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 4 على جوج زاد 5 على جوج E 4 على جوج هي جوج و 5 على جوج 5 على جوج E هذا هو لاحق النقطة منتصف منتصف القطعة A C و نحن نفرق الفقرة الموالية كيف نحدد المسافة A B لنحدد المسافة A B نحن نحدد المسافة A B نقص Z B ناقص Z A نقص Z B ناقص Z A Z A ناقص Z B لماذا؟ حيث المعيار لدينا العدد سالب من رفعه 2 يرجع موجة لا يتشيء تغيير اللي ارتحيت وفيه خدمه باعة نحن نضيف واحد تذكير لدينا مثلا متوازي الأضلاع A B C D متوازي الأضلاع كنا قرأنا أن المتجهة A B هذي المتجهة هذي غدا على تشكل تساوي المتجهة D C إذا كان متوازي الأضلاع A B تساوي لدينا المتجهة D C أو A D تساوي لدينا المتجهة B C A B C C C C C C 1 1 زائد A C A B C 1 A B C 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 1 2 2 1 هنا ييمكن من ثلاث فاية نقص ثلاث مرة سيقوم بعمل جوج ويقوم بعمل جوج ثم سيقوم بالكسط كما نقولة ،تساوي نقص ثلاث مرة و بعمل جوج أس أثنان هي دفع مرة جدر ٥ مثلا لنحسب المسافة بي سي نحسب المسافة بي سي نفس الطريقة نضيف زاد سي ناقص زاد بي هي سي ناقص بي سي نضيف زاد سي ناقص بي سي سي نقوم بالتبسيط سي ناقص بي سي ناقص بي سي ناقص بي سي سي نحسب المسافة أعطي هنا 1 أس 2 زاد ناقص 5 أس 2 1 أس 2 هو 1 ناقص 5 أس 2 هو 25 و 1 زائد 25 هو 26 المسافة بي سي سي نغادر سي نظيف المسافة بي سي نقوم بالتبسيط سننظيف المسافة بي سي ننزيف عدد السمال بي سي نغادر يجب أن يكون المتوازي الأضلع يجب أن يكون المتوازي الأضلع قبل أن نرسم المتوازي الأضلع أستطيع أن نرسم المتوازي الأضلع أضلع مثلاً أضلع يوم blas china عندها تكون متوازن اضلع أددع لأن المتجهة ABC يكون متجهة DC أو ABC اما AB تأتي USDC نفعل الصور ABC تكون المتجهة AB تقوم بزيد يعني ZB ناقص ZA تقوم بزيد ZC ناقص ZD زد B ZC تقوم بزيد منتجهة تقوم بزيد تقوم بزيد يعني بزيد ناقص A تساوي C ناقص D كيف حالة لدي؟ 6E و A تساوي 3 زائد 4E نفتح القوس تساوي C 1 زائد E ناقص D هي على ما نقلب سنبسط 6E ناقص 3 ناقص 4E تساوي 1 زائد E ناقص D الساوي ناقص 4E ستقول ناقص 3 زائد 1 زائد E ناقص D سأجيبها هنا ستقول ناقص D 1 زائد E لا تغير الإشارة ناقص 3 ستقول زائد 3 ستقول ناقص D سأجيبها 1 زائد 3 وهي 4 و A ناقص E هذا هو ناقص D لتخرج لنظره ربعي متوازي للأضلاع سواء تحضر المتجهة A بقى المتجهة A بقى المتجهة A بقى المتجهة A سأخذر لكم نفس النتيجة اشتركوا في القناة